رئيس التركي رجل طيب أردوغان أن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في مدينة الموصل بعد أربع سنوات من إغلاقها وقال أردوغان خلال جلسة لمناقشة مشاريع الحكومة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية إن القنصليتين العامتين في الموصل والبصرة ستستنفان عملهما في خضون مائة يوم وكان تبلوماسيون أتراك قد أشاروا سابقا إلى أن أنقرة تنوي عادة فتح قنصليتها في الموصل لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديد جدول زمني لذلك